العيد في الموصل هذا العام له طعم خاص لسيما على الأطفال الذين كسروا بابتسامتهم ولهوهم وحبهم للحياة الجمود الذي فرضه الدمار على المدينة القديمة فيما ينتظر السكان اهتماما للمسؤولين والمجتمع الدولي ووفاءهم بالوعود التي قطعوها على أنفسهم على أطلال مدينة الموصل القديمة وبين أزقتها المدمرة وبناياتها يبعث أطفال موصليون رسائل للعالم أجمع بأن الحياة بدأت بالعودة من جديد رغم مشاهد الدمار والإهمال الحكومي عيد الفطر الأول الذي يمر على سكان الموصل بعد ثلاث عجاف تصدر فيها تنظيم داعش المشهد بظلاميته ووحشيته وسرقته للحريات يعود العيد اليوم بحلة جديدة مراجيح بدائية استطاعت رغم بساطتها أن تعيد الابتسامة على وجوه هؤلاء الأطفال شوف رغم هذا رغم الظروف الأطفال شوف لا مراجيح يلعبون شوف الشون يعني هذا صف الأطفال اليتامة أطفال مفهولة حكومة تنظر إليهم شويها تحسين الوضعية التنظيف الخدمات المنطقة البيت مثلا وضاقع يسوله هو نغس ترجع على بيوتا على الدكاكين على شوف الشون هنا لا تعلم هوية الطفل الذي أمامك يتيما كان أفاقدا لأسرته ولمنزله وحتى منطقته التي كانت في الأمس القريب أحد أكبر وأهم المراكز التجارية والصناعية بنسيج اجتماعي نادر لكن الحرب أتت عليها وخلفت وراءها مناظر مشوهة وأنقاضا سقطت على رؤوس ساكنيها لتحولها إلى مقابر جماعية وقالنا أمني تبالي العيد عمل الأمان والسلام على كل عالم والناس اللي قاعدة بالأيمان تنجح على سوية بيوتا والحكومة ما تضحك عليها ما عدا الأهالي المجبورون على السكن وسط الركام عبروا عن سخطهم من الجهات المعنية والمنظمات الدولية لتركهم يعيشون فوق مخلفات الأبنية والمنازل المدمرتي وتجاهلهم وعدم مد يد العون لهم وإعادة ما تم تدميره يتحدثون هنا ببؤس ولسان حالهم يقول خذلنا العالم وربما تلامس فرحة هؤلاء الأطفال ورغبتهم بمواصلة الحياة شيئا من ضمير المسؤولين الذين صوروا للعالم أن النصر عسكريا على داعش في الموصل هو النهاية لكن الواقع يؤكد أنها مجرد صفحة ضمن صفحات كثيرة